السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد وصلنا لصوصول كار ضربنا الكوفرة بماذا تشاهدون معنا وهذا سوف تنفيذ لتنفيذ لتنفيذ بالنسبة لصوصول تنفيذ نحن نمط نحن 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 تنفيذ و بالنسبة للفوال و بالنسبة للخدمة اللي بغي يجيعد مقر دي العمل راح بوسكورة بوسكورة بالضبط منطقة دي الفيكتوريا المنطقة دي الفيلات هذه البلاصة هذي يعني فيها غيري زون فيلا السلام عليكم و رحمة الله و بركاته فيديو جديد اولا قبل ما ندخله في الفيديو فاسمحوا لنا على طول الغياب بحكم الوستلس ديال الخدمة والعمال الى غير ذلك فان شاء الله لكن وعدكم اننا نقوا كل سيمان ان شاء الله نحط لكم فيديو و نحط لكم معلومات حول البناء فالناس اللي بغت تعامل معنا راح نخدموه في جميع مناطق المغرب غير الناس ديال الجهة الشرقية وجداء بركان صبحوا لنا بزيف و كذلك الناس اللي يبعادين علينا بزيف لما كانش لا سيرفاص واحد ميساحة كبيرة يعني بحل الجنوب نقولوا مراكش اقادير لما كانش واحد ميساحة كبيرة صعيب انك ديب بلاصة وتخدم و لا في الجهة الشمالية فاذاك شي علاش كنخدموه في الوسط ديال المغرب يعني ضربيضة رباطة تماراق و نيطراس لا فاسم كناس يعني هذا المناطق كاملين و اللي تابعي ضربيضة كاملين ستات برشيد يعني هذا المناطق كاملين را كنخدموه فيهم فمرحبة و الف مرحبا بالجميع و الناس الذي يبعدين aliنا اللي يبغى تسووا المرحبة اللي say اللي يبعدين aliنا نعطاهم معلومات موهيم لنعطاهم معلومات و لا ننبخلوش عليهم جميع نقطة فالناس كذلك اللي يبغى مهندس مهماري و مهندس مدني كين مهندس مهماري و كين مدني ويجب أن تكون مناسبة في جميع مناطق المغرب ويجب أن يعملون في جميع مناطق المغرب ويجب أن يعملون في قناطرا وفي سيدقاصم وفي كازا فمرحباً ومرحباً بالجميع هذا هو الوقت تابعوا الفيديو من الوحة للأخر لا تنسوا أن تخلونا بأرادكم في المشاهدة ويجب أن تحفظون نشر المزيد من المعلومات وفرجة ممتعة للجميع هناك نقطة بالنسبة للمشاهدة حالياً في طور الإنجاز في المشاريع كان مشروع في بوسكورا بالضبط في المنطقة الفيكتوريا كان مشروع في المحمدية الذي يريد أن يأتي الموقع فمرحباً معك سوى أنك تتواصل معي في النمرة التي كانت فوق من الفيديو وفي الواتساپ في أي وقت تريد أن ترى الخدمة هذا هو الوقت والناس الذين يعملون فينا والناس الذين يعملون معنا سوف يشاهدون في الفيديو فالمعقول هو الوقت وكذلك هناك مشروع في مدينة القناة بالضبط بالبرامي وكذلك مشروع في السلاء بالضبط في بطانة المشروع في السلاء هو عبارة على مساحة 107 متر مربع جوجة الفرصادات ومشروع في مدينة القناة هو جوجة الفرصادات مساحة 95 متر مربع وكذلك المشروع في بوسكورة الضربيدة عبارة على فيلا مساحة 250 متر مربع مع مصبح والصور الخارجي بالضبط منطقة الفكتوريا وكذلك البروجي المحمدية عبارة على فيلا مساحة 300 متر مربع مع مصبح والصور الخارجي المشروع في المشروع ويكون هناك مدينة دفطر الورش بطبيع المشروع مهمة اللفتر الورش مقربة بعض الفيديو ودور وكذلك لديك المهندسي المهندسي الذي يأتي ويكتبون الفيديو فهذا الدفتر الورش الذي يبقى عندك في الأخير لكي تعطيه الأرشي تكت وكتحتاجه حتى في رخصة السكن المهم تابعوا الفيديو كما قلت من الأول حتى الأخر وما تبخلوش علينا بالقراءة ديلكم في الكومنتائر وشكرا على التشجيعات ديلكم بزاف وشكرا على الكومنتائرات ديلكم الإيجابية ونحن دائما نعطيه المعلومات ونعطيه دائما نعطيه الجديد ونعطيه دائما معكم فنوعدكم كل سيما ان شاء الله سيكون فيديو فقط لا تنسونا من التشجيعات ديلكم ولكومنتائر وبارتاجي الفيديو مع الناس باش تعمل الاستفادة واتشي ليكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأول حواج اللي نبدأ بهم فبالنسبة قبل ما انني نصيب البلان ولا قبل ما انني نبني خاصة نعرف كيف نتابعني فبالنسبة لأول حاجة سنذهب الى الوثائق المكونة لرخصة البناء فبالنسبة الوثائق المكونة لرخصة البناء كين شهادة الملكية كين تصميم الحقاري وكين حساب المساحة يعني في حالة ما انني بغيت نتفاهم عشي مهندس هدو هم الوثائق اللي كنت دي له كين تفاهمها فبالنسبة لشهادة الملكية كنناخدها من السيت دي المحافظة العقارية اللي هو ANCFCC هاد السيت هذا كنناخد منه شهادة الملكية كنناخد منه تصميم الحقاري كنناخد منه حساب المساحة 8 دي الملكية من كنناخد من السيت من السيت ويب اللي قلت فالتمن دي له 100 درام 8 دي تصميم الحقاري و 8 كنناخد حساب المساحة فهو 15 درام كتب قليل الوثائقة الرابعة اللي هو البلون ضامي ناجمو هاد البلون ضامي ناجمو كنناخده من الجماعة اللي محسوب عليها أنا كننضي معيحة وكننضيه المهندس كيكون فيه الموقع ذي البقعة الرقم دي البقعة الى غير ذلك فهدو ملوات ايق اللي كنحتاج باش انا ندفعهم المهندس هذه النقطة الاولى النقطة التانية هي المدة المتراوحة باش ناخد الرخصة ديالي يعني المدة اللي قدر ندوز باش تخوش ديالرخصة هذا واحد سؤال مهم وكيسؤوله بزاب ذي الناس فأول حاجة ندخله لصبر الموضوع أول حاجة بنيسبة تصميم المهندس المعماري اللي هو البلان الفصال هذا البلان هذا بعد ما كان يديره مول الدار مع المهندس المعماري طبعا يتحال مول الدار وكي أعطي الفصالة اللي باغي والمهندس المعماري يبقى يشوف النقطة اللي خصها الدار والنقطة اللي مخصش الدار حتى يخرجوا في الخارب باية فصالة فبعد ما تخرج المهندس المعماري معمول الدار باية فصالة هذه الفصالة تضع فلوسات الفصالة بطبعا تكون في الفصالة باية فصالة باية فصالة باية فصالة دار تكون تجارية ليس هي سكانية لكن دار تجارية فكيكون العلوة الريد شوصي أربعة مترو حتى الخمسة مترو كما قلت بعد ما كنتم المصادقة ديال اللجنة هذه اللجنة التي تكون يوم توليتها في الأسبوع كتصادق لك على البلان للفصالة فالأسبوع الأول فهنا ندوزل الموضوع الذي هو المدى المطارة باش نخرج الرقصة فالأسبوع الأول بعد ما كنتصايب البلان للفصالة بيني وبين الارشيتكت المهندس المعماري ونضعه في المنصة هناك تكون كميسيون نهار ثلاثة فكتدوز كميسيون نهار ثلاثة وكتعطي الآراء ديالها في ذلك الفصالة وكتعطي النقاط التي خاصة الارشيتكت يتجنبها فالأسبوع الأول كيكون بهذا الشيء كنتدوزل الأسبوع الثاني الأسبوع الثاني كي يفاليد كي يفيريفي الارشيتكت هذه النقاط التي اعطيته للكميسيون اللي هي اللجنة ومن بعد كيدوز في الأسبوع الثاني كيتفاليد كيتفاليد اللي هي المهندس المعماري فهنا المدة كي كان فاليدي البلان ديال الفصالة هو جوج ديال اسابيع يعني جوج السيمانة 15 يوم كدوز اللي هي اللي هي المهندس المدني كيتصايف البلان ديال الحديد دونا انا ادرك على البلان ديال الحديد بدو الدور ديالو الكبير الكبير في التكلفة اعطاء تكلفة ديال البناء هذه النقطة عنديو اعلام البعد فبالنسبة لتصميم ديال المهندس المدنيين هو فكيتصايب في المدة ديال اسبوع فهنا وصلنا ثلاثة الاسابيع فالاسبوع الاخير كيكون هو السينياتير كتكون فيه التوقيع ديال الرئيس الجماعة فالستنتاج ديالنا فالمدة اللي كيسول عليها بزيال في الناس باش انك تاخد الرخصة ديالك المدة باش انك تاخد الرخصة هو المدة القانونية هي شهر الخطوات المنجزة يعني انا من بعد ما اخذت الوثائق التي ذكرتهم في الفيديو اللي اول اعطيتهم اللاشيتكت المهندس اللي معي ومن بعد ما دازل لي البلان ديال الفصالة تفاليدا ودازل لي البلان ديال الحديد تفاليدا وصلنا الوحد لتوقيع ديالرئيس الجماعة هنا منه كان مصلول لهذا اللي طاب مني يتفاليدا او البلانات بجوج يقول لك المهندس يقولك بان رخصة واجدة فخصتك تمشي الوكالة الحضارية باش كتخلص وحد الواجيدات فالوكالة الحضارية كتخلصها تقريبا غنى تغير تقريب ما بين فالوكالة الحضارية كتخلصها ما بين واحد الف حتى الالفين وخمسمائة ديال وبالنسبة الواقاية المدنية تقريبا واحد الف درام ديال الواقاية المدنية وهذا يوجد الجماعة فبالنسبة للجماعة فكتخلص 20 درهم تقريباً للمتر مربع هناك يكون اختلاف بين المدينة ومدينة كنت أعطيه تقريباً بالنسبة للرخصة 20 درهم المتر مربع عندما تكون لدي ميزان عادية مثلاً 80 متر كاريه أو 70 متر كاريه أو 60 متر كاريه فهنا 8 باين تقريباً يكون 14000 أو 5000 درهم حتى الـ 7000 درهم بعدما عندما تكون لدي الوصفات الـ 120 هنا كنت أدرى غير على الـ الحالة الثانية هي أن عندما تكون لدي عمارة مثل الـ Air Plus 4 أو الـ Air Plus 5 هناك يكون لدي الـ Air Plus 5 ويزيد عندي الـ Air Plus 5 ويستطيع الـ Air Plus 5 إلى 200 متر يعني غير خلاص من الجماعة فبعد الأداء من هذه الواجبات كما قلت الجماعة والوقاية المدنية والوكالة الحضارية هناك يتم استخراج الرخصة يتم استخراج الرخصة النقطة الرابعة التي ستجدها هي الثمن للوطائق الثمن للتهاد السؤال يتطرح الكثير من ويجعل ويجعل أن تكون لديها مدنية الثمن للبلاد المهندسة الميعماري يتطرح ما بينسب عرب 1 درهم حتى الـ 15000 درهم حتى الـ 15000 درهم بالنسبة لبلاد المهندسة الميعماري في حالة مميكة تكون لدي 8 أو 7 متر كاري Air Plus 5 دائماً 100 متر كاري الثمن يكون تقريباً 7000 تمنى لها طبيعة مった looking at the территории والسؤال وبنسبة لك كانت مثلا tell-conception villa أبلش طرواة والذلك الأام gigant Change العرب والمهندسة الميعماري والمهندسةKing ومثال طبيعة موجوداً 8 بلان الحديث 8 بلان الحديث وهنا Snow ahahaha المصابيع ه تكون الرملي بالنسبة لonne ولكن سácàng 2500 يعني حالة عادية 2500 درم لا تستطيع أن تفتها 7000 درم حتى لا يوجد شيء أو فيلا أو غير ذلك هذا هو الثمان ندوزو الطبوغراف الخلاص الطبوغراف الطبوغراف ضروري تنتخلص بشكي لاتيستاسيون بورناج ضروري تدفع تيواتيقة كتدفع مع الوضوصي الرخصة فالثمان لاتيستاسيون ما بين 1000 حتى 1500 درم هذه الاتيستاسيون سوف تنهضر على الوطع أما مني كنساني سوف يجد طبوغراف من بعد لكي يحدد لي البورنيات يعني في عائل المكان أو تنهيك خلاصة بوحدة ممكن دوينا فقط على الوطع فالاستنتاج الذي نستنتج هو أنه الأتمينة في حالة العادية التي تكون عندي من 60 متر مرتباح إلى 120 متر مرتباح فالثمان يكون ما بين 10 الاثمان هو مليون اونس 15 درم مليون اونس فيها الخلاصة للرخصة فيها الخلاصة للوكالة الحضارية الخلاصة للوقاية المدنية الخلاصة للحديد الخلاصة للأرشي تاكس طبوغراف هذا مسائل كامل 15 درم مليون اونس في الحالة ما أنه كانت عندي كونسكسون فيلا او اير بليس بروة او اير بليس كاتر فالثمان واللاسرفاس كانت تكون ما بين 120 متر مرتباح تقريبا فالثمان ما بين تقريبا ما بين 40.000 درم وقدر يوصل حتى ال 50 فهذه هما الأتمينة اللي كانوا وادرب عينيال في حتى ال 50 الفرق فيها كل شي جميع التفاصيل اللي دويت على هذا من الخلاص ديال الجماعة من الخلاص ديال الوكالة الخلاص ديال الويقاية المدنية الخلاص ديال المهندسين بجوج الخلاص ديال الطوبوغراف وهذا الشي هذا كامل طبعا تحال تسوي فيت المتابعة ديال المهندسي فعطيت فكرة وعطيت نقطة مهمة في البلان وفي النقطة التي تكون الناس التي تكون ما زال ما بدأتش البني ديالها فخصة تعرف هذا اللي دوني هذا ندوزو اللي طب تانية البني ندوزو البناء في الفيديو فآخر حاجة بعدما كتخرج لي الرخصة فالوثائق اللي كان نشد من عند المهندس كم شي كان نأخذ من عنده البلان ديال الفصالة البلان ديال الفصالة والبلان ديال الحديد الوثيقة التانية ودفتر الورش دفتر الورش بطبيعة الحال لدينا المجموعة مدفتر الورش ديال البروجيت ديال النس دفتر الورش هو هذا سوف نعرف في الفيديو إن شاء الله وشنوكي تدرف دفتر الورش المتابعة المهندسي وكي سيني هذا نشوفه فنكمله الفيديو الاخر لأن وإن هناك أول فرح المهندسي هي الوردي ديالN20 وعند تطبيع الوردي 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 طبيعي الوردي الآن لا يعني ما فيهش نقاش بالنسبة للأتمينة اللي غن أعطيكم دابة هي واحدة أتمينة تقريبية غير هو بالنسبة للفيديوهات السابقين ركيتخدموا على البرانة الحديد يعني أي فيديو كان سابق كي تخدم على واحد بلانة الحديد باش كان نجي نعطي سلعة ماشي كان نجي نحط سلعة غير مراسي شحالي يخستددل هذا الشيء ركيتخدم على بلانة الحديد ذلك شعليش لكان ما زال ما عندكش البرانة الحديد فقط أريد أن أعرف كلفة تقريبية يعني كما نقول وش حال سكب جيبك فخلي لي واحد كومنتر تحت من الفيديو أعطينا لي دوني ديال البقعة يعني الشحال فيها من الميترو ار بليس دو ار بليس طروا ار بليس كاتر ونعطيك أنا بتكلفة تقريبية سنقرب لك ما بين وبين فمرحبا و ألف مرحبا بالنسبة لنعطينا محاولة الأتمينة ديال المواد البناء فبليس بالنسبة لثمان ديل الحديد وهو تزاد شويه مقرنة مع الأيام الصابقة كان دير 8 درام 70 8 درام 80 دبا حاليا ووصلت ل 9 درام وتدبا حاليا ووصلت ل 9 درام 1 الكيلو 9 درام 1 كيلو حتى ل10 درام ما بين 9 درام 1 حتى على 10 درام في الوقت الحالي بالنسبة لثمان ديل الحديد زاد شويه وبلقى تمنى ديال المواد البناء ستبقى تابيته السيما 4580 درهم الخنشا السيما 3575 درهم الخنشا رموك الرملة 25 متر و 7000 درهم رموك الكاياس 25 متر و 5000 درهم و رموك التوفن 25 متر و 5000 درهم و الياجور السبعة الذي نفصل به في الحيوطة 10 سنتين في البلون العرشي كان في الياجور السبعة 8 درهم فاصلة 8 لحبة و بالنسبة للطوبية الخنشا الثمان 5 درهم هذا هو الثمان مواد البناء أعطيتكم الأمحة الأمحة مواد البناء أعطيتكم الأمحة حولها يعني لا علاقة لها بالبلون فقط على حساب التجربة وحساب الأمحة أما بالنسبة لما قلت الثمان المحدد الرئيسي لتكلفة البناء هو البلون يجب أن تفعله هذا المشكل لديك البلون يجب أن تفعله في الواتساب ومرحبا و ألف مرحبا يجب أن تفعله في الواتساب و أنا هذه الساعة أقوم بخدمة يعني أقوم بإمكانك التدريب وما يجب أن يخصص السلعة إلى أيضا ونقولك كيف يمكن بالنسبة لها نعطي لها محة على استماسات البقعة 80 متر في الوقت الحالي ولا أن تقدر تزادك 4 ملايين تقدر تزادك 1 ملايين تقريبا ولا تنقص لك 1 ملايين زائد 4 ملايين مهما التامان تقريبي بالنسبة للبقعة 80 متر بالنسبة للطابلة الطابلة التامان هو 5 ملايين 80 متر فرصادة واحدة واجهة واحدة نبدأ بواجهة واحدة والريتشول السفلي واجهة واحدة 80 متر سفلي سفلي يتقام بـ 8 ملايين 88 ألف درام وبنسبة للأر بليس طبق الأول 72 ألف درام يعني تكون نقصة على كور والطبق الثاني 72 ألف درام تكون نقصة فيه والضلة درج فوق 16 ألف درام والصور في المجموعة فرصادة واحدة 80 متر كنت تقام عليها 30 مليون يعني سوف نقولك أنا في حالة ما أنه كان عندك وزاد عليك في العديد فالطبق الثاني سوف يصل إلى 34 مليون حالما كانت في الحالة العادية هذا هو الثاني 28 30 احتل 34 هذا هو الثاني فبنسبة للبقعة 80 متر دفاص جوج الواجهات 80 متر ونيت ولكن جوج الواجهات الطابلة كنت تقام عليها الثاني بقعة فرصادة واحدة أو دفاص ولكن ريتشوسي تقام عليها 96 ألف درام بقعة فرصادة واحدة 96 ألف درام وطبق الأول تقام عليها 96 ألف درام والطبق الثاني 96 ألف درام بقعة فرصادة 12 ألف درام سوف تستحص في المجموعة 8 متر 36 مليون يعني لو تريد هذه هي غين يعني 36 تقدر توصل إلى 40 وتقدر تقام عليها 34 ألف درام 34 ألف درام حتى 40 مليون هذا هو الأتمينا الذي يريد بالنسبة البرقية الحديد والمحدد والذي يعتقد اللاصق بقعة 100 متر 100 متر بقعة فرصادة واحدة الطابلة تقام بقعة فرصادة واحدة وريتشوسي بقعة فرصادة واحدة وريتشوسي يتقام عليها 9 مليون الطابق الأول والطابق الثاني 9 مليون والدراج 12 ألف درام والصور والصور 6 مليون في المجموعة بقعة 100 متر فرصادة واحدة تمام يكون 39 مليون وعلى حسب البلان تقدر تقام عليك 36 مليون تقدر تقام عليك حتى 44 مليون يعني إذا كتبت ما بين 37 مليون حتى 42 مليون 8 مقعة 100 متر فرصادة واحدة دوفاس 70 ألف درام سبعة مليون ريتشوسي 120 ألف درام 12 مليون والإير بليس 12 مليون وإير بليس 12 مليون ضالة واحدة ضالة واحدة ضالة واحدة ضالة الدراج 12 ألف درام والصور 300 ألف درام المجموعة دوفاس 43 مليون بالنسبة لكي تقام عليها أير بليس 200 متر دوفاس وهذه 43 مليون قابلة للنزول 41 مليون وقابلة للطلوح تل 41 مليون هذا هو الأتمين بالنسبة لكي تقام عليها 800 متر يعني أعطيت غير ولكن كل شيء يبشي على حسب البلاندي الحديد كما قلت تقدر تكون زيادة يقدر يكون نقصة البلاندي الحديد هو المحدد الرئيسي للتكلفة هذا هو الهدف من هذا الفيديو باش الناس تعرف بأن والناس اللي بغدت تغيير أي استعمال سيوم حلقة ستخلي لي غير المساحة كما قلت المساحة المعلومات المساحة البقعة شنو واش ار بيس دولة ار بيس طروا الواجهة واش واجهة ولا دوفاس تخليوا مليا في الكومنتر وأنا سنجاوب قاع لي كومنتر كان واحدكم سنجاوب قاع لي كومنتر ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا شكرا